اشتركوا في القناة وكلمتنا يجب ان تجتمع دائما على مصلحة الوطن مؤكدا سموها ان نواب الشعب يمثلون ديمقراطيتنا التي نعتز بها وابوابنا مفتوحة دائما امامهم يقينا منا ان مسئوليتنا المشتركة تحتم علينا ان نتعاون لنحقق معا المزيد لخير هذا الوطن وصالح ابنائه وقال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لقد سعينا في الحكومة بكل جهد الى توفير امكانيات كبيرة ليهنأ شعبنا بافضل الخدمات واجودها ونحرص على متابعة ذلك بشكل شخصي وميداني لقياس رضا المواطن عنها ولا نكتفي فقط بالتقارير وان توفير احتياجات المواطن من الخدمات التي تضمن له العيش الكريم بكفاية وجودة نراها ارساء لنهج حقوقي ضمن نظرتنا الشمولية لمفهوم حقوق الانسان فيما اكد سعادة رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية ان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء يجسد بنهجه واقعا وعملا لصون حقوق الانسان واحترام كرامته في اسمى معانيه وصوره وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر لقضيبية صباح اليوم لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة سعادة النائب عبدالله الذوادي وخلال اللقاء رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بلجنة حقوق الانسان بمجلس النواب واشاد بالدور الذي يطلع به اعضاء مجلس النواب في الجانب الحقوقي وفي اظهار الصورة المشرفة عن واقع حقوق الانسان في مملكة البحرين في المحافل الدولية منوها سموه بالمسئولية التي تطلع بها لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب في تكريس الواقع الحقوقي والديمقراطي والقيم المتعلقة بالحرية واحترام حقوق الإنسان كمحاور أساسية في العملية الديمقراطية وقد أعربت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تشرفها رئيسا وأعضاء بلقاء صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وأشاد بالنهج الذي اختطه سموه في تكريس احترام حقوق الإنسان وصونها من خلال المسار الديمقراطي والشراكة والتكاملية في العمل الحكومي وحرص سموه على أن ينعم المواطن بأفضل الخدمات وأجودها في أجواء من العيش الكريم في ظل الأمن والاستقرار الذي تنعم به مملكة البحرين وأشاد بتجاوب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء واهتمامه بكل ما يطرحه المواطنون بشكل مباشر وعبر نوابهم وهذا منهجا يجسد أرفع درجات احترام حقوق الإنسان